أهلا بكم في بلا قيود ضيفنا اليوم سياسي عربي من مواطني إسرائيل درس الطب في الجامعة العبرية في القدس وبدأ عمله السياسي من خلال النشاط الطلابي في الجامعة انتخب أمينا عاما للحركة الإسلامية في الداخل عام 2007 ثم نائبا لرئيس الحركة الإسلامية في 2010 يتولى منذ عام 2019 قيادة القائمة العربية الموحدة وانتخب لعضوية الكنيسة الإسرائيلي أكثر من مرة أسأل الدكتور منصور عباس عضو الكنيسة ورئيس القائمة العربية الموحدة عن موقفه من الحرب الدائرة في غزة وآثارها على أوضاع المواطنين العرب في إسرائيل عن فرص إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل التطورات الحالية دكتور منصور عباس أهلا بك في بلغيود أهلا بك أستاذ نور الدين سيدي موقفك بعد أحداث السابع من أكتوبر كان قويا كان متوازنا ولذلك لن ألحى عليك في أن تعيده لكن عندما سئلت عن تقييمك لتطور هذا الصراع في الأحداث الدراماتيكية في غزة وعلى الحدود الشمالية قلت أنه قبل التقييم لابد أن توضح موقفك وأنت رددته كثيرا جدا هل تشعر كمواطن عربي في إسرائيل أنه مطلوب منك دائما مواصلة توضيح موقفك مما حدث لا بأس أستاذ نور الدين ولو بجملة واحدة أن أوضح الموقف خصوصا أن هذه إطلالتي الأولى على الإعلام العربي والعالمي أيضا نحن من موقعنا كمواطنين عرب فلسطينيين في إسرائيل في طبيعة الحال نرفض الحرب وندين أي اعتداء على المدنيين في الطرفين وندعو دائما إلى تحقيق الأمن والسلام والوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية وعدم تجاوزها أو إغفالها في طبيعة الحال كوني عربي فلسطيني وكوني عضو في الكنيسة دائما هناك تطرح أسئلة تحاول أن تكتشف الموقف أو ما خلف الموقف أو الدوافع أو غير ذلك أو محاولات الإحراج في طبيعة الحال موقفنا واضح وصريح يحمي المجتمع العربي الفلسطيني في داخل إسرائيل المواطنين في دولة إسرائيل يتعامل مع القضية ببعدها الإنساني ببعدها الوطني وأيضا ببعدها المدني كونه في موقع خاص في داخل إسرائيل في داخل أرضنا في بلادنا فبالتالي نعم هناك تفاهم لحالة الفضول أحيانا في النظر في خصوصيات هذا الموقف الذي نمثله أنت تعتبره فضولا طبعا أنت كمواطن في النهاية مواطن هل ترى أنه كما قلت مرات عديدة إنكم إذا حفظتم على السلم المدني يمكن أن يكون لكم دور إيجابي فيما قلت إنه إعادة بناء فرص السلام وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني يبدو كلاما إنشائيا أكثر منه أي شيء آخر لا، هو حقيقة ليس كلام إنشائيا أنا أطمح أن يكون لنا دور سياسي فاعل مؤثر إيجابي في الملف السياسي العام ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين من موقعنا الخاص نحافظ على هذا التوازن ونستطيع أن نطرح رؤية متكاملة تعبر عن احتياجات الطرفين تعبر عن مخاوف وشكوك الطرفين تعبر عن أحلام الطرفين وتعطي حلول واقعية وأيضا تعبر عن مفهوم اللي هو اشتراطات واستحقاقات تحقيق السلام الوضع جدا معقد هنا وأنا أعتقد من يعيشون في داخل المنطقة ويتحدثون اللغتين ويعرفون الثقافتين الإسرائيلية والفلسطينية يستطيعون أن يكونوا أكثر حكمة في إعطاء حلول واقعية عملية في المرحلة القادمة ولذلك نعم أنا أقولها مطلوب مننا أن نخرج بمبادرة سياسية استراتيجية للتعامل مع الوضع القائم والأزمة القائمة الآن وبالنظر إلى المستقبل قبل ذلك عليكم أن تتجاوزوا هذه الشكوك كما قلت أو التساؤلات أو الفضول أنت تتحدث عن التعامل مع المشهد المفجع بمزيد من المسؤولية أبرياء قتلوا صبيحة السابع من أكتوبر وبمزيد من ضبط النفس بحثا عن وسيلة أو دور لمنح بارقة أمل لأبناء المنطقة خاصة الفلسطينيين الساعين لحريتهم واستقلالهم لكنكم لم تستطيعوا فعل شيء لم تستطيعوا التأثير على بن يمين نتنيه وما فعله ويفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع العزة في طبيعة الحال نعم أنا أعترف أننا لا نستطيع أن نغير أو أن نؤثر على السياسات الأمنية العسكرية للحكومة الحالية وأنا في اعتقادي يجب أن نكون واقعيين في تطلعاتنا إلى دور يغير اتجاهات ولكن دور يساهم في إضاءة الطريق في التأثير ولو باليسير في هذا الاتجاه نعم كانت لنا تجربة سابقة في العام الماضي عندما شاركنا لأول مرة في تاريخ السياسة في إسرائيل كحزب عربي شاركنا في اتلاف الحكومة السابقة ونعم نحن نسعى في المرحلة القادمة أن نكون شركاء سياسيين من أجل التأثير على السياسات الحكومة الإسرائيلية وعلى القضايا التي تهمنا كمجتمع عربي داخل إسرائيل وأيضا تهم القضية السياسية العامة الفلسطينية الإسرائيلية قبل ذلك مرة أخرى تقول بالانضباط حرست على ضرورة الانضباط وتوخي الهدوء واحترام القانون والنظام وتفادي أي شيء يمكن أن يعتبر تحريضا هل هناك ما يدعوك للقلق في أوساط المواطنين العرب في إسرائيل؟ نعم نعم هناك ما يدعو إلى القلق في أوساط المواطنين العرب وفي أوساط المواطنين اليهود وأنا ندائي كان للفئتين لأنه هناك عملية احتقان غضب كبيرة الأحداث كانت مفجعة جدا سواء أحداث السابع من أكتوبر في غلاف غزة أو الأحداث التي تبعت ذلك في داخل قطاع غزة أكثر من عشر تلاف ضحية ألاف الأطفال وكذلك في الجانب الإسرائيلي ألف أربعمائة من المواطنين قتلوا معظمهم مواطنون مدنيون وليسوا عسكريين وبالتالي هناك غضب كبير وأنا أقول هذا الأمر التزامنا بالقانون والنظام العام هو شرط أساسي ومهم لاكتساب مزيد من الشرعية السياسية داخل إسرائيل لممارسة دور السياسي ضمن المنظومة السياسية داخل إسرائيل وبالتالي إعطاء وجهة نظر إضافية وإعطاء دور إيجابي أكثر ما زال يتمسك بالأمال وما زال يتمسك بقيمة السلام وما زال يؤمن بإمكانية المصالحة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين دكتور منصور شركائك في السياسة الإسرائيلية حتى منهم من وصفك بأنك رجل شجاع ماذا تقول في النهاية الذي أشعل شرارة هذه الكارثة الإنسانية هو ما فعله مقاتل حركة حماس صبيحة السابع من أكتوبر ماذا تقول لهم؟ أستاذ نور الدين يجب أن نكون واضحين وصريحين وشجعان أيضا في توصيف الحالة ما حدث في السابع من أكتوبر يوم السابق خطأ كبير جدا ارتكبت جرائم ضد المدنيين وأنا قلت هذا الكلام بشكل واضح وصريح وطلبت بشكل مباشر بالبدء بتصحيح ولو جزء من هذا الخطأ بمعنى إذا كان صعب جدا مستحيل أن تعيد من قتلوا من المدنيين فعالأقل أن تعيد من اختطفوا من المدنيين خصوصا أطفال نساء وكبار السن ولكن التاريخ أيضا لم يبدأ في السابع من أكتوبر هناك قضية وصراع سياسي ممتد إلى عشرات السنين ولكن تم تجاهل في العقد الأخير بالذات في ظل حكومة نتنياهو وكثير من الناس فقدت الأمل ولكن أنا أريد أن أقول هناك سياق عام نتحدث عنه صراع مستمر هناك حدث كبير له أثار وخيمة جدا في السابع من أكتوبر وأعود وأكرر وإن كنا نتحدث عن صراع مستمر بأي حال من الأحوال لا يمكن أن نبرر ولا أن نقبل أي اعتداء على المدنيين بأي ذريعة من الذرائع هذا موقف أخلاقي موقف ديني نعم أحكام الدين الإسلامي تقول بذلك هل تتوقع أن قادة حركة حماس طبعا نعرف جيدا حجتهم هم حركة مقاومة تقاوم الاحتلال هكذا يعرفون عن أنفسهم لكن هل تتوقع أن يكونوا فكروا بشكل أو بآخر في مدى حكمة ما حصل ذلك اليوم هذا واجبهم وهذا واجب أنا دائما كنت أقول أن حركة المقاومة الفلسطينية من أيام الكفاح المسلح في فتح منظم التحرير إلى يومنا هذا يجب تقييم أداء المقاومة ويجب أن يكون واضحين وصريحين ما هي حدود المقاومة ما هو المسموح وما هو الممنوع ما هو الأخلاقي وما هو غير الأخلاقي ما الذي أيضا ينفع القضية الفلسطينية ويقرب الحل وما الذي يضر القضية الفلسطينية ويؤخر الحل هذا واجب أساسي أن يكون هناك نقد ذاتي عند الفصائل الفلسطينية في أن تعود وتقيم أداءها وتقيم مسارها لا شك اليوم على ضوء الأحداث الأخيرة أن ما حدث يوم السابت سابع من أكتوبر يعتبر ضربة كبيرة جدا لعدالة القضية الفلسطينية وأدخل الشعب الفلسطيني ككل في مخاطر كبيرة يدفع أطفال غزة ثمنها الآن لذلك مرة أخرى أنا أناشد وأطالب القيادات الفلسطينية جميعها أن تراجع نفسها أن تقيم تجربتها أن تكون واضحة وضوح الآية الكريمة أستاذ نور الدين نحن ندافع عن أنفسنا من أجل أن نرفع الظلم لا أن نعتدي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا النص سواضح إذا كانت مرجعيتنا إسلامية أو إذا كانت مرجعيتنا وطنية أو إذا كانت مرجعيتنا إنسانية القانون الدولي ينسجم تماما مع قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع لم يفعل القانون لم يفعل القانون الدولي شيئا للفلسطينيين وقضيتهم طيلة أكثر من سبعين سنة لابد أن أسألك ما فعلته حماس وما فعله بن يمين نتنيا هو القيادة العسكرية الإسرائيلية هم يقولون إنه دفاع عن النفس لكن هناك أصوات ذات وزن خرجت لتتحدث سمعنا ما قاله الرئيس إمانويل ماكرون ما حدث من حماس والإسرائيليين في نظرك هل يؤخر بارقة الأمل وفرص إحلال السلام التي تطمح أنت كمواطن عربي في إسرائيل لتحقيقها يعني أحيانا الأزمات تكون فيها بارقة أمل المصيبة أو الأزمة الكبيرة قد تولد أيضا فرصة جديدة وأنا في اعتقادي أن هذه الكارثة التي حدثت خلال هذا الشهر ابتداء من يوم السبت في غلاف غزة إلى يومنا هذا داخل قطاع غزة يولد حاجة وضرورة جدا على مستوى محلي على مستوى عالمي على مستوى إسرائيلي وعربي إلى التفكير مجددا كيف يمكن أن نستأنف مساعي إنهاء الصراع وتحقيق السلام انطلاقا من الأزمة الحالية التي نحن موجودين فيها تخيل أن الخلاصة تكون في الاتجاه المعاكس ما هي حرب حتى يفني أحد الأطراف الطرف الآخر هذا غير معقول هناك سبب آخر للقلق دكتور منصور استطلاعات رأي استطلاع أجراه الباحث نيم رود نير من معهد أغام والجامعة العبرية وجامعات أخرى 80% من الإسرائيليين العرب عبروا عن معارضتهم للهجوم 66 منهم يؤيدون حق الدولة في الدفاع عن نفسها وهل مجرى لكن الحكومة تعمل على تشريع جملة قوانين بهدف التضييق عليكم أنتم معشر المواطنين العرب في الدولة العبرية آخر الخطوات مساعي تعديل قانون مكافحة الإرهاب لـ 2016 تجريم استهلاك الإطلاع على مواد إرهابية ليواجه من يستهلك هذه المواد عقوبة قد تصل إلى عام مجرد أنك شفت شيء على الواتساب وفي نائبة في الكنيسة مهددة كنت حتى قد نصحتها سيدة إيمان الخطيب سألحني بالاستقالة ما هذا الوضع؟ هذا الوضع وضع حرب وحال الطوارئ لم يتم تفعيلها منذ خمسين عام في إسرائيل منذ حرب ثلاث وسبعين وبالتالي نعم هناك مجموعة من القوانين التي هي قوانين مؤقتة حقيقة يعني قانون تجريم استهلاك المواد الإرهابية لمدة عامين يمكن أن يتم استئناف العمل فيه بعد عامين ولكن لا شك أننا موجودون في وضع طارئ حساس جدا العلاقات العربية اليهودية بين المواطنين ما زالت هادئة ولكن قابلة أن تشتعل ونحن نحاول أن نضبط هذا الأمر وأن نخاطب الناس بعقلانية وأيضا بعاطفية أن يجب أن ننظر إلى اليوم الذي يأتي بعد ذلك أنا في اعتقادي أستاذ نور الدين وهذا ما أراهن عليه تماما أن نجاحنا في التعامل داخليا مع هذه الأزمة سيمكننا من اكتساب أوراق قوة جديدة في السياسة داخل إسرائيل تمكننا من معالجة الأعراض الإضافية التي تحدث الآن في داخل إسرائيل هناك اعتقالات هناك اعتقالات وهناك تضييق على طلاب عرب في إسرائيل 74 منهم استدعوا لجلسة تأديبية طرد ثلاثة عندنا الممثلة ميساء عبدالهادي أيضا في الناصرة توجه اتهمات منها الحظ على الإرهاب وهذه الأشياء أنت انبريت لها وتريد ألا تصدر عن المواطنين العرب في إسرائيل هل هل تشعر بأنك في وضع دقيق جدا قابل للانفجار المواطن العربي شاهد الصورة الأولى التي وصلت من غلاف غزة وتأثر وشعر بخطورة كبيرة وشعر بأن قد يكون هناك أعمال انتقامية خصوصا أن وزارة الأمن الداخلي برئاسة الوزير بنكفير العنصري الفاشي المعروف قامت بتوزيع عشرات ألاف قطع السليح الكبيرة الطويلة كما تسمى هنا على المواطنين اليهود ولكن من جهة أخرى المواطن العربي أيضا يشاهد الصور المفجعة والمؤلمة لقطاع غزة التدمير الواسع الأطفال القتلى الحالة الإنسانية الصعبة جدا أشبه بنكبة جديدة لأهلنا في قطاع غزة وبالتالي المواطن العربي يحزن كثيرا ويغضب كثيرا ونحن نحاول مرة أخرى أن نعالج هذه الحالة وهي حالة مركبة جدا 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 من جهة انتماءنا عاطفتنا الدينية وعاطفتنا الوطنية والإنسانية وأيضا من جهة مسؤوليتنا المدنية وأيضا علاقاتنا مع المواطنين اليهود وعلاقاتنا مع العائلات عائلات المخطفين ثلاثين طفل مخطوف في قطاع غزة يعني أستاذ نور الدين كما قال لي أحد القادة الإسرائيليين قال لي أصعب شيء اليوم أن تكون مواطنا عربيا في دولة إسرائيل هذا أصعب حالة ممكن أن يكون فيها الإنسان هل تواجه في ذلك صعوبة وقد قلت دكتور منصور من الحكمة أن نحاول فهم الآخر كما يشعر هو فعلا أن المجتمع الإسرائيلي يتعامل بعاطفية وباندفاع مع ما حدث يوم السبت هل تشعر بالعجز أيضا في هذه النوايا الطيبة النوايا الخالصة التي تريد أن تساهم بها كمواطن في دولة إسرائيل وتشعرك أنك تقود مهمة مستحيلة لا المهمة ليست مستحيلة حقيقة إذا أردت أن أقيم ردود الفعل لغاية الآن ردود الفعل على المستوى الشعبي الإسرائيلي في الإطار العام اليهودي العربي ردود الفعل الإيجابية يعني أنا يوميا أتلقى كم كبير من الرسائل من مواطنين يهود وأيضا من مواطنين عرب والجميع يثني على هذا التوجه وعلى هذا الخطاب الذي يعطي نوع من الطمأنينة يعطي نوع من الإجابات للمواطنين اليهود والعرب في هذا السياق ولكن في طبيعة الحال دائما هناك الفئة المتطرفة التي تسعى إلى جرنا إلى صدام هناك محاولات من قبل جهات شعبية متطرفة وسياسية متطرفة تريد أن تدخلنا في صراع داخل ما بين المواطنين العرب واليهود وهذه قد تكون كارثة كبيرة دكتور بين يمين نتنياه وأفاق تحمل المسؤولية لست متفائلا على هذا الصعيد في نظرك هل معنى هذا أنك ترى أنه يريد إطالة أمد هذه الحرب وبالتالي حتى أمال عملية سلمية وفكرة حل الدولتين هل ترى أنها ممكن أن تتحقق من رحم كل هذه الكارثة الإنسانية على مستوى إدارة الحرب الحالية شيء الجيد ممكن الذي حدث أنه بن يمين نتنياهو لا يدير الحالي لوحده إنما هناك عناصر جديدة دخلت نعم أشخاص الذين كانوا شركاء لنا في الحكومة السابقة بني جانس في الأساس وبالتالي الاعتبارات السياسية في إدارة الحرب هذا موضوع معقد ومركب ويتم نقاشه في داخل الحيز العام والرأي العام الإسرائيلي أنا في اعتقادي أنه في لحظة انتهاء هذه الحرب أو توقف إطلاق النار سيكون هناك حراك شعبي قوي داخل إسرائيل أنا أعرف المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع متفاعل جدا وأنا في اعتقادي أنه ستكون هناك احتجاجات واسعة من أجل إسقاط الحكومة حكومة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات وبالتالي سيكون هناك نقاش حول الأجندة السياسية دكتور لماذا نفعل بعد انتهاء الحرب دكتور منصور المشهد السياسي في اليوم التالي هذا هو التحدي الكبير والسؤال الكبير أنت تعرف أن إسرائيل كان في كلام عن أنها ستحكم غزة وستسيطر عليها أمنيا هل ترى أن ذلك سيحدث أمن الضغوط الآتية من الخارج من كل مكان ستدفع باتجاح للدولتين وإذا أصبح حل الدولتين أمرا واقعا كيف ترى مستقبلكم كمواطنين عرب في إسرائيل في ظل استفحال وتنامي التيار اليمين المتطرف وجنوح الناخب الإسرائيلي عموما صوب اليمين أولا سؤال ما بعد الحرب ما زال سؤال مربك جدا في داخل إسرائيل وحتى إجابات رئيس الحكومة في هذا الموضوع يعني غير واضحة وتتقلب من اليوم إلى آخر ثم أنه من قال أنه رئيس الحكومة الحالي هو من سيعطي الإجابات على مرحلة ما بعد إذا فعلا صدقت التوقعات التي تقول أنه مباشرة بعد الحرب تدخل إسرائيل في حالة عدم استقرار سياسي وذهاب إلى انتخابات أو تشكيل حكومة انتقالية والذهاب بعدها إلى انتخابات فبالتالي من سيعطي الإجابة على هذا الموضوع ستكون حكومة ما بعد الحرب وليس حكومة الحرب الحالية طبعا نتذكر أنه حتى الرئيس الأمريكي في الأيام الأولى عندما زار إسرائيل تحدث عن حل الدولتين ونحن نعرف الآن كم أن الإدارة الأمريكية قريبة جدا وفرنسا أيضا فرنسا على لسان رئيسها قالت ذلك ماذا ما هو تصورك لمستقبلكم إذا قامت الدولة الفلسطينية كمواطنين عرب في إسرائيل لا هو الأمور أستاذ مور الدين الأمور واضحة من العام 87 عندما اتخذ قرار منظم تحرير فلسطينية بإقامة دولة فلسطينية في حدود 87 واتفاقات أصل بعد ذلك تتحدث على حدود 67 فبالتالي نحن وإن كنا فلسطينيين وعرب الحل بالنسبة لنا هو أن نأخذ حقوقنا الجماعية وحقوقنا المدنية في داخل إسرائيل كمواطنين في دولة إسرائيل في بلدنا لا يخفكم هذا الحديث عن ترانسفير الليراج مؤقرا سواء إلى خارج الضفة أو إلى خارج غزة ربما إذا قامت دولة فلسطينية يثور حديث عن ترانسفير إلى هذه الدولة وبالتالي يجب ما أقول استباقا لهذا الخطاب العنصري أو الفاشي يجب أن يتصرف المواطنون العرب في إسرائيل المواطنون الإسرائيليون في هذه الحالة بشكل مسؤول ضمن دائرة القانون والنظام العام وأن يعززوا مكانتهم السياسية في داخل إسرائيل من خلال المشاركة السياسية والدخول إلى دائرة اتخاذ القرار والتأثير السياسي هذا يسحب البساط من تحت القوة التي ممكن أن تفكر في عملية الترانسفير وأن لا نعطي ذريعة لمن يريد أن يضرب وجودنا في داخل قرآن ومدننا العربية في داخل دولة إسرائيل في حدود الخط الأخضر وحدود السبع وستين عمليا عندما أناشد اليوم المواطنين العرب بالمحافظة على الهدوء والتزام القانون أنا أحتسب أو أحترز للمستقبل الذي قد يكون لا سمح الله مستقبل صعب جدا أشكرك جزيل الشكر دكتور منصور عباس عضو الكنيسة الإسرائيلي ورئيس القائمة العربية الموحدة شكرا لسعة صدرك معنا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر